بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على شرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو الجديد على قناة حوح البطساني 81 فولي 2 حيث سوف أشارك معك أمر جميل حصل معي حيث توصلت برسالة إيجابية مفادها بقبول تعريف محتوى قناتي طبعا قبول تعريف محتوى قناتك مفيد بشكل كبير جدا من سرقة فيديوهاتك وأيضا يعني أن يقوم بالستمار يا شخص آخر ويربح من وراء يعني تعبك ويعني مشقتك إن صح التعبير سوف أشرح لك أيضا كيف تحصل على هذا الأمر بالتالي عندما تحصل يعني على هذا الشيء أحبابي في الله فأي شخص مثلا قم بسرقة فيديو خاص بك ويقوم برفع على قناته يظهر له رسالة تقول له بأن هذا الفيديو تابع لجهة خارجية التي هي أنت شخصيا فأنت شخصيا من خلال يعني الشيء الذي سوف نشرحه في هذا الفيديو قد تسمح لهذا الشخص فعلا أن يسرق هذا الفيديو لكن يعني سوف تربح من ورائه كيف ذلك يعني من خلال الفيديوهات التي يتم يعني سرقتها سوف تظهر يعني إعلانات أدسنسي يعني من خلال هذه الفيديوهات والأرباح التي يحصل عليها يعني هذا الشخص في هذه الفيديوهات سوف تعود إليك أنت شخصيا وسوف تظهر بطبيعة الحال في إحصائيات قناتك وكأنك أنت شخصيا من قمت برفع ذلك الفيديو وقد تمنع أي شخص بطبيعة الحال من أن يسرق منك هذا الفيديو أحبابي في الله فبمجرد مثلا أي شخص قام برفع فيديو تظهر له رسالة هذا الفيديو لا يمكنك يعني رفعه أو حتى إن تم رفعه لا يتم قبوله وبحكم أنه تابع لجهة خارج جيوات الظاهرة موجودة كثيرا في اليوتيوب أشخاص يعني يأتون إلى قناتك يقومون برفع أو تنزيل أو تحميل يعني فيديوهاتك ثم يرفعونها على قناتهم بأتي البساطة من دون ما يتعبون فهذا الأمر سلبي بالتالي أنا شخصيا حصل على هذا الأمر وسوف يتم تطبيقه في غدون الأسبوع المقبلة طبعا طلب تعريف المحتوى يمكنك عمله من خلال قناتك مباشرة ويرسال الطلب لليوتيوب لكن أذكر بأن الطلب يتأخر كثيرا حتى يتم الإجابة عليه قد يستغرق عام قد يستغرق ستة أشهر قد يستغرق ثلاثة أشهر على حسب يعني الطلب أحباب في الله يعني التراكم يعني الطلبات إلى غير ذلك بالتالي على هذا الأساس أنا شخصيا أخذ وقت طويل جدا يعني أكثر من سبعة أشهر على المعتقد بالتالي على الأساس الحصول على هذا الأمر سوف تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة طبعا لحماية فيديوهاتك والربح من وراء أي شخص يعني قام بسرقة فيديوهاتك سوف تقوم بوضع اسمك الكامل هنا ثم اسمك الثاني يعني العائلي ثم البلد الذي تقتن فيه وأيضا إذا كنت توفر على يعني موقع إلكتروني تقوم بوضع رابطي هنا أحباب في الله ثم تقوم بوضع رقم الهاتف الخاص بك جمعة البيانات يجب عليك وضع بشكل سليم أحباب في الله ثم يعني أي من جونال تالث طبعا الحال هنا تقوم بوضع نوع المحتوى الذي تقوم برفعه على اليوتيوب في حالتي أنا شخصيا كنت قد اخترت الويب ثم تقوم بتحديد إذا كنت فرض أو يعني شركة أو شي من القبيل فرض يعني في حالتي ثم يعني كم عدد يعني الفيديوهات التي تمتلكها على قناتك فأذكر على أساس طلب تعريف المحتوي يجب أن تكون على الأقل لديك خمسون فيديو فما فوق يعني أو خمسة أو عشرون علي على حسب يعني الفيديوهات التي هي موجودة لديك وإذا كانت لديك كما ذكرت فيديوهات أكثر يكون الأمر أسهل أكثر أحباب في الله فتحدد عدد الفيديوهات التي تمتلكها ثم إذا كنت قد أصدرت إشعار إزالة بناء على حقوق طبع الأنشر مثلا إذا كان شخص معين قد سرق فيديو لك وقمت بالتبليغ عنه فتحدد إذا كان ذلك نعم أو لا في حالتي لم أسبق لي أن قمت بالتبليغ عن أي شخص علي فسوف تقوم هنا يعني بتحديد مثلا أين يتم يعني استضافة المحتوى وتوزيع مثلا في حالتي على اليوتيوب طبعا الحال وعلى موقع الشخصي تختار ما يناسبك هنا ثم هنا يسألك لماذا تريد استخدام هذا هو المؤمر أحباب في الله المهم لماذا تريد يعني استخدام تعريف محتوى قناتك فهنا يجب عليك التركيز فإذا كنت تريد يعني مثلا أن تمنع لا تمنع أي شخص مثلا بأن يقوم برفع فيديوهاتك فتقوم بتحديد هذه العلامة لكن ستتوصل بطبيعة الحال يعني عدد مرات المشاهدة إلى غير ذلك فذا الأمر غير مجدي لكن الأمر جميل جدا وأن تسمح للأشخاص أن يقوم يعني بسرقة فيديوهاتك لكن سوف تربح من خلالها يعني الأموال يعني فأي شخص سوف يقوم برفع فيديو خاص بك لن يسمح له يعني أن يقوم بسيط ماري لكن سوف تظهر في هذه الفيديوهات يعني الإعلانات AdSense التي يعود عائدها يعني إلى قناتك الشخصية من خلال إحصائيات يعني التي هي موجودة في القناة أحباب في الله سوف تتابع وسوف تتوصل يعني بالمبالغ المالية التي تربحها من خلال يعني الفيديو المصروقة أو الفيديوهات المصروقة أو تريد يعني حضر التوزيع هذا يمنع كليا أي شخص أن يقوم برفع فيديو خاص بك يعني سوف تظهر له رسالة بأنه هذا الفيديو تابع للجهة خارجية ولا يمكن يعني رفعه أحباب في الله طبعا تحدد ما تريده يعني أنا شخصيا قم تحددت هذا الأمر ثم يعني إذا كنت تريد استخدام يعني تعريف المحتوى لتحديد مثلا محتوى صوتي محتوى صوتي مرئي يعني هذا الأمر الصحيح يعني في كلتا الحالات ثم هنا يجب عليك توضيع وضع رسالة لليوتيوب تعرف فيها يعني رغبتك الشديدة مثلا لتعريف محتوى قناتك فأنا ذكرت لهم بأنه هناك مجموعة من القنوات في اليوتيوب سرقت يعني فيديوهات خاصة به إلى غير ذلك بالتالي فأريد حماية يعني الفيديوهات الخاصة بي لأن أتعب عليها يعني يوميا إلى غير ذلك قم بكتابة ما يناسبك هنا باللغة الإنجليزية وذكر ثم هنا تقم بوضع بعض الروابط الخاصة بفيديوهاتك التي تمتلكها يعني نموذج خمسة روابط إلى غير ذلك ثم تقم بالضغط على إرسال بعد الضغط على إرسال فتكون قد أرسلت يعني طلب تعريف المحتوى أحباب في الله وهذه العملية تأخذ يعني كما ذكرت وقت طويل جدا قد تستغرق أكثر من سبعة أشهر ستة أشهر خمسة أشهر عام إلى غير ذلك على حسب أحباب في الله يجب عليك نسينا هذا الأمر حتى تتوصل إن شاء الله برسالة على بريدك الإلكتروني وهكذا يمكنك حماية فيديوهاتك وأيضا الربح من ورائها إذا كان شخص معين قد قام بسرقتها وقام بسرقت مجهودك الشخصي عبر هذا النموذج أحباب في الله أتمنى أن الدرس قد فاتكم لا تنسوا مشاركتي مع صديقيكم والضغط على اللايك إذا استفدت طبعا هذا الشيء جميل جدا أن تحصل يعني على تعريف محتوى القناتك يعني لأنه مفيد مفيد بشكل كبير جدا لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو الوديو البونتك لخمسة بونتكوم والإنما من الوصفاتنا على فيسبوك فيسبوك كنتكم صلاش حال فلسانية وحدث ميني فول أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات في أمل الله اشتركوا في القناة